أولا فيه تجاوز دستوري واضح وأنا أعطيك هذا الدستور معي هنا والرأي العام ممكن يتبع معي هذه المادة المادة 131 من الدستور تنص على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية المادة التي قبلها الفترة التشريعية مدة خمس سنوات تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر من إعلان المجلس الدستوري عن نتائج الحقيقية للانتخابات التشريعية وبالتالي أولا نحن نعتقد بأنه لا توجد هناك مصارحة للرأي العام بالأسباب الحقيقية والمقنعة والتي تؤدي قد تكون هناك أخطاء وقد تكون في التسيير قد تكون هناك أخطاء وتجاوزات قد تكون هناك شفافية بمعنى قد تعالج على مستوى مكتب المجلس قد تعالج على مستوى لجان تحقيق برلمانيا قد تعالج هذه القضية حتى داخل الحزب الذي ينتمي إليه هذا الرئيس أو هذا المنتخب أما أنها تصل للمساس باستقرار والسير العادي وتعطيل وتجميد وهذه الصورة المأساوية غير المشرفة اللي هي صورة رمزية تعبر على عمق الأزمة اللي هو غلق البرلمان بسلاسل وبالكادنة هذا الذي نعتبره تجاوزات كبيرة جدا ولذلك نحن الذي نطالب زمالنا هو مصارحة الرأي العام بالأسباب المقنعة الحقيقية والكبيرة التي تصل إلى هذا المستوى المعالجة إذن رواية الأفلان لم تقنعكم أكيد نحن بالنسبة لنا هذا شأن داخلي صراع داخلي داخل فلان أو داخل الموالات ولكن دائما نحضر بأنه غير معقول أن تصفى الحسابات الشخصية أو الحزبية أو السياسية أو على خلفية استحقاقات معينة سواء داخل برلمان أو داخل الرئاسية القادمة على حساب مؤسسات الدولة جلت سترابا